كنت عاوز تمسك الماريالا حاجة بتحبها وكبرت معاها بمناسبة بقى الماريالا ومناسبة المدرسة واللعب إيه رأيكم الروح للعب؟ ياريت بقى نروح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى الأول هو نسيد البيت موسيقى الولى هي بحق الناس قالت وسوا إكلانه يريد أصري والله مش طبيعية هو أقوى من هي هي؟ أجمل من هو التكامل أه الاتنين دول بالزات يعني مع يحي العالمي يحي العالمي كمال الطويل وعمار الشريعي صلاح جايين يعني عمالقة الحاجات كلها يعني فطبعا أنا بس بتذكر في دي وقت ما كنا منتفرج عليها هي كانت في رمضان يعني وقت ما اتعرضت في رمضان وكنا أول مرة نشوف حلقات منفصلة يعني كل حلقة فيها حدثتها فيها حكايتها فاكر أنت وقت ما كنت بتفرج عليها دي خالد طبعا جدا فاكر جدا الحلقة دي بزات من الحاجات القليلة اللي في الوقت ده أنا كنت أحب أن أنا أتابعها تفرج عليها وانا مبهور ب يعني أقول في الوقت ده ما كنتش منتبه قوي لمعنى الإخراج التليفزيوني لا كنت متابه للفن ومنتبه أنه الممثل ده والممثلة دي والكلام ده يعني كمان كنت حابب جدا كنت قريت صلاح جايين قبل كده من يعني أواخر إعدادي وقوائل سنوي أبويا بيحب الشهر فكان يعني وشهر العمية كمان بيحبه فكنت فاكر كويس قوي أن دي من الحاجات اللي الليلة اللي أنا كنت بتابعها بشغف عمر الشريعي طمان وتروح عشان يعني ده معاد من الموعيد لو أساساً اليوم ما كانش بيبقى في حاجة اسمها موعيد قوي بس عندك حاجة من الموعيد ما كانش عندنا غير الأولى والتانية قاناة الأولى والخمسة والتسعة وكانوا بيعرضوا مسلسل واحد وفيش حاجة اسمها مسلسل يتعاد تاني يوم ولا الكلام ده أظن كان قابل أه كان نقوله والتانية كانت لسه والتانية الارسال يبدأ الساعة خمسة ويخلص الساعة اتناشر ويخلص الارسال الوش والسلام الجمهوري وبتاقي يعني إحنا برضو أنا واحد من الناس مبسوط جداً أن أنا حضرت ده وتدريجي بقى أم كم بقى أم ثلاث محطات تدريجي بقى أم مش عايف كم محطة تدريجي بقى تلساتيلايت بقى والدش والكلام ده كله يعني أنا مبسوط أني عشت الليلة دي يعني أنت كان لديك ذكريات مع المسالسل ده وقتاً ما كان بتعرض آه طبعاً أشرف طبعاً يعني أنا كنت يعني مدرك حكاية التمثيل أنت بتتكلم على اتنين ممثلين من أعظم ممثلين لجوم في التاريخ أحمد ذاكي وسعاد حسن فلما يجتمعوا مع بعض أنا دايماً اللي أكون وأنا بتفرج على النوع ده من الممثلين بسأل سؤال الحقيقة يقول هم يا طرع عارفين أن إحنا مستمتعين قد كده وإحنا بنتفرج عليهم عادت فترة طويلة أسأل نفسي السؤال ده وده اللي خلاني دايماً حتى وأنا بقى أجل أشتغل أقول يا طرع الناس هتستمتع باللي أنا بعمله ولا لأ وبقى الآن وقلت بس أكيد هم لازم يكونوا عارفين أكيد كانوا حاسين بأن الناس بتستمتعي مش فكرة أنه نجم كبير ومشهور وممثل كويس لا هو ممتع بجد بسأل سؤال تبتالي أنه هم من أكتر الناس اللي كانوا يعني ضحايا للقلق الفني بتاعنا يا طرع أنا هعمل إيه أحسن وأنا هعمل إيه أفضل وده ما بيسيطر بيتحاول المرض طبعاً يعني دول نموذج اللي مش أي حد يتقال عليه شمعة تحتارق يعني دي ساعات تبقى العبارة إيه تبتزل من كتر ما بتتقال على ناس يعني لا تستحقها لكن في الحالة دي على ناس مش شمعة يعني ولا حاجة لا طبعاً لكن أحمد زاكي وسعاد حسني شمعة فعلاً الخالدين خالد الصوي وخالد النبوي يمكن من القليلين اللي جون بيتي من القارئين الجيدين يعني في وقت تحول فيه إن اللي بيقرأ أو يهتم بالقراءة أو إنه يكتب أو إنه يبدع من خلال ورق من خلال إخراج من خلال تمثيل بيتحول ده للتهام بين إيه يا عم؟ ده مصقف يا عم يعني تخيل فكرة إن ده مصقف لما تتحول لديه التهام برغم إن كان قبل كده يقولك ده مش مصقف عارف زايا عم لقيت إيه؟ يقولك زبط أو واحدة ادوها مكافأة وعملوا لها احتفالات في الجرائق مؤخراً احتفالات في الجرائق عشان رفضت رشوة هو العادي إن الواحد ياخد رشوة وإن اللي ما ياخدش رشوة يعملوله احتفال رفضت رشوة جبيرة رفضت رشوة جبيرة ولا سواق التاكس اللي هو لقى إيه فارجعها لإيه؟ فاللي هي فكرة الأمانة أو فكرة إن ده إن دي عملة ندرة وبالتالي أصبح من العملات الندرة فكرة المصقف أو القارئ الجيد أعتقد إن إحنا برضو حظنا شوف برضو دخلت أعتقد وبتاعه خبارك حظنا كان لطيف إن إحنا مع بداية معرفتنا وبداية لعبنا كان إراية أول ما قريتها يا نباوي كان إيه؟ أول ما بتاديت تحب الإراية يعني أنا بديت ميكي وبعدين الغاز وبعدين كده يعني أنت تتكلم من زمان ما ليه؟ لا في تنتان بقى يا رايز تنتان ده بعد ميكي أه وكأه بعد أه ده تحتيبه فقط أه صحا في بقى سمير أه وفي بقى ميكي جيب أيوة أعرف الكتاب الكبير ده اللي كنا نفرح قوي وسوبر ميكي وسوبر ميكي أنا بقى سمير ما كانش بينزلي مزور وانا بستوعي هو رخم هو سمير رخم معلش سمير وتهته دول كانوا وتهته ولا أنا مش عارف اسمه وإيه أنا كان ميكي صديقي جداً إنما سمير ما كان يعني قافل معاه مين أحسن شخصية؟ بصراحة بقى أنا متكلم بصراحة هنقعد مجامل في سمير وتهته على إيه آه خلق وعشان بلد يعني هو دلوقتي يتحول إلى ماجد بقى في ماجد دلوقتي في ماجد آه آه والله سمير بقى ماجد؟ ماجد يعني لا ممكن سمير تعبان مسلاً التطور بقى فيه آه كابتن ماجد دب إيه أكتر شخصية في ميكي كانت عجباك؟ آه بندق بندق وخصوصاً لما تحول إلى سوبر بندق آه ياه آه أنا بعد كده حبيت الألغاز جداً فكت الألغاز وهتحل ولا مش هتتحل وتقف كده أنت فجأة تعرف المغامرون الخمسة أيوة تقف في نص مسلاً فتقعد تقول أنا متهالي أنه هيحصل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا مش هتعرف أنت غلطان طبعاً ولا مرة ولا مرة أنا كمان لسه هسألك صدقت أي طوال لا لا ولا مرة فكر أسماهم الخمسة أه تفتح محب محب طبعاً أه ولوزا ولوزا صح عاطف أيوة ولوزا ونوسا ونوسا صح ألزا حاجة بقى جماعاً الظروف مع ابن هو مخرج اسمه أشرف سالم هو ابن محمود سالم اللي كاتب الروايات دي أوكي وقابلني بمحمود سالم الله حلو دي ما تتخيلش أنا داخل على واحد كان بالنسبة لي حلم أول حاجة اكتشفتها إن الراجل ده عمره مراحل معادي لما كان بيكتب الروايات دي كلها بيكتبها في المعادي وشوارع المعادي والبتاع أنا روح تدورت على فيلة الناس دي في المعادي طلع مش موجود في السن الصغير طلع مراحش المعادي أساساً فبص خياله كان طول الوقت مصور لنا إيه يعني ممكن هم بنوا المعادي بعد ما كتبك أنا روح تدورت والله العظيم روح تدورت المفروض في الحتة دي ساكن تاختخ إزاي ما فيش بقى وزنجر كلب بتاعه زنجر طبعاً والمفتح سرور سرور شويش سرور لا فيش شويش شويش فرقع فرقع أيها يا نهربيات بس ده كان لطيف إن إحنا بنقعد نقرأ وبنقعد نتابع متهقلي بجد أنا حاسس إن الجيل اللي هو لسه طالع دلوقتي اللي إحنا وقت ما كنا قده كنا بنقرأ اللي هو إيه عشر سنين اتناشر سنة إحنا بتدينا نقرأ الحاجات دي هم محرومين إن ده أميش موافقك لا بص أنا حولك على حاجة عشان أنا الفكرة بتاعة صراع الأجيال دي أنا شايف إنها إيه بتحصل طول الوقت أنت بتقرأ يا خالد لأن ما عندكش بديل لا قصدي هم بيطلوا بالوقت بطرق مختلفة تناسب عندهم الإنترنت وبيغرقوا فيه وبيحصل المعلومات بالعكس إن شايف إنه هم عندهم إمكانيات يعني إحنا بس من غير منهم عشان البريزنتيشن المشكلة في البريزنتيشن بنت اللذيرة دي وبعدين إنت قلت من شوية حكاية القنوات الفضائية دي مسألة إيجابية بالنسبة لهم تخلوهم متطورين أكتر مننا هم عايز يشوف أي حاجة في العالم حيفتح تيفي سانك السينينين البي بي سي حيعرف إحنا طبعا إحنا كنا مغيبين لا إحنا البي بي سي بالنسبة لنا كل اللي يعرفوا عنها اللي قالوا سعيد صالح عنها في مراسة المشاغبية هنا البي بي سي بس ببي هنا البي بي سي إيه هي البي بي سي ويكون مرشات عسكرية وقرآن إيه دي البي بي سي يا رجل إحنا طول الوقت فاكرين إن العادو مناخيره طويلة وزي ما بيصوره لنا في الكرتون ما نعرفش حتى شكله إيه بيعمل إيه بس الوقتي مثلا الولاد بيعمله تصفح على النات لا هم مخيف مخيف وده حيتطرهم عارف لو هو في السن الصغار قوي بيلعب بالقريات وبيلعب بالوسائل الجديدة ملكة إن هو يدور بنفسه بس مش عارف إذا كان مش عايزين ثقافة القنية مش عايزين خد هو ده الصح وهو ده الغلط إذا كان أشرف عايز يلمس على حكاية إنه التعليم كان أحسن شوية من دلوقتي هو التعليم الحكومي كان أحسن من التعليم الحكومي دلوقتي أكيد مما لا شك فيه وأنا واثق في دي تماما أنا بشوف مراجيح مولد النبي يا معلم بمناسبة المراجيح واللعب إيه رأيكم قوم نلعب حاجة يا ريب بقى شكرا